الاهلي، في فترة الأخيرة دي كان فيه كلام عن عقوبات على بعض اللعبين هل الأهلي وقّق عقوبات على بعض اللعبين؟ اام، حصل توقيع عقوب على عامر الثلية، ومحمد مجده آفشة، وهسين الشحات بس عايز أقولك على حاجة ان مرسي الكلّ كلّ قرفت تماماً توقيع العقوبة على عامر الثلية وعشان كده حطت العامر الثلية العقوب Birdsly على طقنا الليحة خمسين ألف جنيّن لكن حسين ألف جنيّن والمحمد مجده شمية ألف جنيّن عمر السلائي مرسي الكولر بيقولك أنه هو اللعب أنا ما قدرش أدخل في نيتو دي معلومة ده كلمة قالها بالفعل المدير الكورة ما قدرش أدخل في نيتو وأشوفه ورامل إزة ليه لأن لعبه وخارج سلم عليه بشكل طبيعي فأنا ما قدرش أحكم عليه أقول هو رامل إزة متعرشب على النتيجة التوطل في المباراة المستوى ما كانتش حلو قبل ما يخرج بخمس دايه كان فيه جون علينا وبعد كده الفر لغى الجون لعب نهاية عقده السنة دي ولسه ما الأمور بالنسبة له لكن أنا بالنسبة ليتنين دول هم اللي يعني حتى أتكلم على لهم عشان كده حتى ضعفوا عقوبة الليحة عليهم من خمسين لمئة ألف جنيه حكيم تحديداً حسين الشحات ليه كنز عليهم يعني لعب لسه جاي من إصابة عندي مشكلة في وشي فالمطالب خايف علي أنا كده كده أساسي مع مرسي الكورة طويل وقت يعني حسين الشحات لو جاهز هو ببقى أساسي على كل الأجنحة اللي في الأهلي إيه اللي يخلي حسين الشحات يبقى بالدائق؟ بص برغم أن الشق هو سلبي طريقة الاعتراض لكن هي فيها شقة إجابة مهمة جداً وأنا هقوله لك واللي محدش هيقوله إن حسين الشحات بععرف دلوقتي إن أنا رقم 3 في الفريق أحمد عبدالقادر ما كانش موجود في الخريطة أصلاً وكان في يناير أقرب إنه يمشي صح دلوقتي أحمد عبدالقادر بقى رقم 1 في الجابها الشمال رقم 2 بقى رضى صدين رقم 3 بقى حسين الشحات إنت بتقول لي معلومة؟ أمان دلوقتي دخلوا يعني إذا دخل وعبدالقادر دخل مكان الشحات لما الشحات أصيب حلو طيب الشحات رجع فهيرجع يخط مكان ما هو أي سبب اللي يزعلك اللي سبب اللي يزعلك أنا كنت رقم 1 في الحتة دي إنت أنا رحت من اليمين للشمال عشان أنا مش هادر أن نفس برس تاوي مش قناعة مرسي الكولر مش في وجهة نظر الشحات شايف أن برس تاوي مرسي رقم 1Thank ورقم 2 كريم فؤاد بالمناسبة فهو نحية الثانية كان بالنسبة لي أحمد عبدالقادر كان بالنسبة لي أحسين الشحات تفوق على رضى اسليم في الشقة الدفاعي يعني الشقة الدفاعي كان الشقيقي قال في الثالتي فكان هو الحد ما تستوي كان هو رقم 1 بالنسبة له دلوقتي الحال بعد عبدالقادر ما أخذ فرصته بعبدالقادر مين؟ رقم 1 دلوقتي وعبدالقادر بدأ وهيبدأ المطش بتاع الإسماعيلي فبالتالي هو شايف قدامه تقلق عبدالقادر وعبدالقادر بتادي ياخد حتة جامهرية رضا ستين برقام اتنين حزين الشحات زعل ودائي إن أنا فات نرفز ورامى التشيرت تشيرت التدريب أثناء عملية الإحماء وتاني يوم المطش يتكلم برضو على أن أنا عايز أخد فرصتي فهو شعور عند حزين الشحات يعني ودي حتة خلق الفرص إنك زي تخلق منافسة إن زي تخلي كل لعب إنك مش بقامن على مكانك صح إنك يعني برستاو نفسه اللي هو بيسموه جوه فريق الولد المدلل بالنسبة له قاعد شوية قاعد شوية شوية حب حلوين يعني جيف مطش الزمالك أستنى ممكن ألعب المطش اللعب لن كانتش عايز يلعب قال له لأ وتلعب ليه خليك مطش الزمالك اللي هو يعني المطش اللي قبله قال لأنا عندي شد جيه مطش الزمالك كان عايز يلعب قال له لأ كهربا لو الناس تفتكر برضو باعت شوية بعد الكسر طاعت فرح الشقيقته دوت باعت شوية برضو بعد الفرق خاص وحتى كهربا طلع عليك المعاجب رقم 3 وهو نفسه وكهربا طلع في برنامج رمضاني قال لك هو قال لي أنه رقم 3 كهربا رجع بقى رقم 1 رجع بقى رقم 2 دلوقتي يعني ترتيب المهاجمين دلوقتي عند مرسل كهربا وسامة أبو علي محمود كهربا موديس ترقم 3 نعم ترجمة نانسي قنقر